بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم حبيبات قلبي ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم قلت عليكم بهذا الروتين الخفيف وضري بكله حماس ونشاط وحياوية بمساعدة اكيد انيس كما العادة انيس دائما يعاون فيي وشاطر فضر ويدير لي القلب يحبيه يعاوني خاصة ان يشوفني هكذا مغبونة مع الشغل وانفيد وجلعين انيس يبغي عاوني كي نعطي له الفين حبيبات قلبي طلت عليكم في هذا الروتين ان شاء الله يعجبكم فقط اليوم غير الخدمة الخدمة كما راكو تشوفو حبيباتي نهار الشباب كانت تحت اشتوى في الليل الله الله ربي قويها علينا ان شاء الله باش يكون عام خير علينا وعلى الجامع يا رب كما كنت شوفو حبيباتي اليوم راح نقع شوية شامرة تعين مسحلها شوية اغبار افتح تواقي الهباء الدار تتهوى وتروح ريحة الغبابر لا يزال الجورة موسخ في هذا الغبابر الاحمر لا يزال يطيح الملاء دايما لازم ننفضه ونفتحه تواقي باش الدار تتهوى بشمس الله الله خرجت الزرابة ودرت لهم الكوفيرتة القديمة من الفوق باش نحط عليهم المخايد وكامل الهباء لن نحط لي مباشرة على الزرافة وحبيبتي كمرة كنت شوفوا هذه السنيوة شوفوا بما كانت وبلد هذه سنيوة صنيع تحويلها هذه اللوحة ْ صغيرة على تمار لم يكن لديه طمير لم يكن لديه طمير و أعجبتني بل بزيف و قمت بزجاج 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 لمسة مريم خلطة مريم تندر على القش تدهن بها الجسم تهبل 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 اما تهبل 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 و قمت بها تهبل حتى أخبر تهبل لن تنسى فى البناء تقشى تقشى وقشى فوقانى تقشى يجب ان نغسلهم كاملا انظروا الغبار انظروا كيف تخلق حتى الداخل لا تدخل في الخزايان انظروا انظروا الابناء لا نبدأ لكل الوان وحدها المهم هو مطويين و ممنشانيين 6 8 و درت لهم هذا الفندو بزاف هاي لين ريحتهم التهبل كنت درت عليهم فيديو مقبل نحط لكم المشكلة لحب التشري بزاف هاي لين نحب نديرهم في البخارة المهم ريحتهم التهبل لها ثانية كما راكوا تشوفوا كما راكوا تشوفوا هنا كمالنا برا و هاد السوابن يالبنات وحد الريحة شون برات عمرة بريحة الصابون ريحتهم ما شاء الله خليتهم هنا بشي تلقوا لي الريحة حبيباتي كما راكوا تشوفوا هنا كمالنا برا سيقت الله الله و فحفحت كل حاجة بصانبو نوارت عيه سقيتو كما راكوا تشوفوا وحطيت لهم هذا النشاف رشيت عليها شوية صانبو بها تبقى الريحة على طول النهار و ثانية كما راكوا يمسحوا صباتهم ثم فذلك النشاف المشمخ من بعد كما يدخلوا للدار هنا ثانية كما راكوا نضرب غير مسحق فيه فاليو ما درتك تزرزيق ورغاوي كامل الدار هنا اخيرا كملنا كامل تقريبا كامل كامل الشغل شون براتاعي فرشتها و رشيتها بهذا المعطير الجوب الزفري و ثانية كما راكوا تشوفوا كاملنا اخيرا البرودة في الدار التهب بالانيس و حاني نرامي اللعب وانيس و غير منها بالبزاف هار كامل و يتبع لي فيها و يحبيكي ماهوما كينا واحد التعليق حبيباتي لقيته في الفيديو و انهار اللي درت روتين غسلت فراش و نحيت هنا الكوزينة مازال ما دخلت لها تقريبا دوكا بعد ان ادخلت لها حميسة تشمخ بشكل غدوالجمع ان شاء الله قهوة صراحة لميتهم سخانة بل بزاف اليوم احبيت حاجة بارده مزيا كان عندي كاس فلانق نت نهضروا على هذه الاعشاب بدي كنروحوا لهذاك التعليق شاهدوا سنامكي و زريعة الكتان سوف ندير بها ريجيم و سوف نخدمها الوجهي و سوف ندير بها لماسك الشعري ان شاء الله في الروتين القادم سوف نوريكم كيفية الاستعمال بما انه انا في الصيف نشيان و سوف نسمع ملاء يجب ان نبدأ نحكم ريتم و نشرب تيزانات ثاني تيكالي عندها و سوف ندير شعرهم ناشف شعر الكارينة و كائن 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 فيديو المقبل سوف ندير ثلاثة لبنات ملح و الماء و سوف نرمح نحضر على هذا التعليق ما قلت لي كذابة و اتناحي الكوفيرتا من البلاكاة و اتقسليهم و شفوا خياتي انا هنا ساقنا في باتيمو و كاملا نشوف في الجيران بزاف الناس خرجوا ديجال الكوفيرتات و غسلوهم حتى المخايد و غسلوهم نحن تربينا هكذا كل دخلات عشطة لازم ضروري نحيق القش الكوفيرتات و غسلوهم قبل ما نتغطوهم نعودوا نغسلوهم و حتى قشنا الحوايجين لبسوهم تدخل من خزانة نغسلو قشنا حتى تنغسلوهم و غسلوهم قد ينقضوهم على الحملة و غسلوهم قد ينغسلوهم قشنا الحملة و غسلوهم قد ينغسلوهم لا يبسلوه و دخلاته قبل ما نبسوه و دخلاته نفس الشيء هذه هي خدمة نحن نساء إذا كان لما يغسلوا شيء مباشرة ينحيوا مباشرة ويتغطى وهذه شيء أخرى لأننا نديروا روسينات رانا نتعلموا ومنكم نستفيد يعني هذه توري لهذه ورانا نتعلموا على بعضنا ونستفادوا على بعضنا المهم حبيباتي لا علينا كلام الناس يتخل من ويخرج مننا كل واحدة تدير ويخرج عليها تلي 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 تلاعي حبيباتي وإذا وصلتوا لعناية لا تنسوا هذا الجام فضل الله دوكا بعد حبيبتي تديروا جام دوكا قبل ما تخرجوا دوك 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 ديروا لي جامل الفيديو راني نبتعب بل بزاف ومشاهدة نقصة شوية والله يعني من ذلك نشوف المشاهدة نقصة غير نفشل 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 وأنا لي أني مستحقة هذا المشاهدة بل بزاف المهم حبيباتي هنا كنت كما تعرفون كما تعرفون ذو كدراري قراء وكامل لازم يجو غريج ومليكو لازم نجدو لهم حاجة خفيفة كما ميني بيزا البنات تقدرو غير شوية شوية فرماج شوية زيتونة وانتو ما درتو لهم لهم جتاحهم مثلا حبة تفاح و الحمد لله لا تدخلهم لهم يروحوا هكذا انا ذو كان ميني بيزا كما تبقى دائما في فريجي نسحق نجبد نكوور وانطيب حاجة سهلة حتى لسوستومات راني مخبيتها كما تبقى دائما في الكنجيلاتور يعني معمر الفريجو تعيب لسوستوماتا في الليل وانطيب هذا ما كان شوفوا البنات يخدموا ونخدموا في فريجي نحييهم نسخن المهم لأحبت الوصفة على ميني بيزا درسها في فيديو ونحبتها فقط في صندوق الوصفة هذه هي الكمية والعجينة والعجينة الغطيتها مباشرة نخلط فيها هنا لا تستطيع الزيت نضيف زيت ونضيف الزبدة كما رأيكم نضيف الزيت ونضيف الزيت ونضيف الزيت ونضيف الزيت ونضيف الزيت ونضيف الزيت بعد الزيت نحيي الكمية نحتاجه مزال في الكسكاس كما رأيكم نضيف الزيت ثلاثة ثانية ثانية ونضيف الزيت يجب أن يحبون هذا السقايت يجب أن يخرج الكثير من البنات يجب أن يضع زيت كما أحب نعود إلى هذه البيتزا كما أردت كوائرات صغيرة لكي هذه العجينة لا تبقى كل مرة نفتحها في الفارينة و لا نقطعها بكاش طابعة نقوم بكاش طابعة و نقوم بكاش طابعة تحفظ على هذه العجينة و لا تخسر لكم أحسن طريقة لنحلوا كامل العجينة و نشطها بكاش طابعة خاصة لخدم المشاريع نفتحها في حسب الحجم و يكبرهم بكاش طابعة نحن نكتب الاختيار و نقوم بعمل عليها و نفتحها في المشاريع و نضعها في المشاريع و نضغطها كامل و نحن نقوم بأسخة و نقوم بأسخة و نحن تقوم بأسخة و نضعها في المشاريع و نحن نفتح بكاش طابعة انا انا اشتركوا في القناة انا اشتركوا في القناة كما ترى البنات هنا يوجد سلسابة مليكول هي التي تكمل فيها كما ترى البنات ملتقى 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 وخلاص و هذا هو الغذاء كل مرة و مرة لبيا سلسابة اليوم اشتركوا كما قلت لكم نضع الميني بيتا في صندوق الوصفة اشتركوا اشتركوا المهم حبيباتي فترنا والحمد لله انا و ابنتي الصغيرة نضع كما ترى البنات كنا تسمن معها و استخدمت Chan منذنا باهرة اخري ثلاثة ثلاثة يجب وبدو ليس أن تذراع مرحة برودة يجوني لعجاج كامل تاربيه في راسي قال لي رجل كلي قدرتي نسفنج و ما درتنا المسمن المقلي و ما بدك ادورتها الناتالي كمعار قلت له و ان شاء الله ندير لك اشف طير الله الله والله المهم حبيباتي كما را كنت تشوفوا راح نديرهم شوية كبار هذه هي نقرسهم كامل و نديرهم الزيت من الفوق بهمين نشفوا ليش و نخليهم اللعنة يريحوا 1-10 دقائق و 15 دقيقة و نرجع لهم و نفتحهم مع بعض اللعنة لبنات رجعت لعجي نتاعي شوفوا كيف شريحة و طلقة روحة رجعت هايلات طريقة شوفوا اليوم سوف نوري لكم الطريقة تاعنا ندرت لكم شامل المرهة لفيديو المسمن المعارك كما را كنت تشوفوا البنات هذا الدقيق تحت فيها صفر يهبل قلت لكم من بعد ان شاء الله سوف نوري لكم و ما هو أبو الشيالا مارك تاعو انا صراحة شيتو تاع الميزان كما را كنت تشوفوا البنات يكون طريقة على المعارك تاعو و كان بزافر يقولوا على حبه و كان يقولوا على ما يتنفخوش يكون واحد كيفش يعني ما كان يجي سوى سوى يعني كما يقولوا يكون محل يكون كامل على حبه وحده المهم يكونوا يكونوا مرقين الله الله و فيهم ريحة المعارك كما را كنت تشوفوا البنات افتحتهم مرقيقة دائما نفتحوا في الأطراف كما را كنت تشوفوا نفتحوا دائما الزيت اليوم سوف نفتحوا الزيت اليوم سوف نفتحوا الزيت 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 ما بين الطباقة هذا هو السر تحت تنفخ والتوراق نفتحوا كما را كنت تشوفوا البنات نفتحوا هذه هي الطريقة من اللي كنت كانت دائما تخدمها ستة سبعة من بعد نفتحوا الزيت 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 نفتح الزيت 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 كنتين نحن نبتحوا ثم نبتحوا ثم تحديث بل تحديث ثم بدون ثم الزيت او رفيسي بالفول ان شاء الله في وقت الفول او البيضي والدهان يجيب الكثير من البنات كما كنت شاهدون نخدم خمسة ستة ونضعهم على الجهة نشاهد طاجين سخون يجب أن الطاجين يكون سخون بالبزر قبل ان نقصونه دائما كانت الأم تقول لي فتحي الاطراف لا تفتحي الاطراف لا تفتحي الاطراف دائما تبعي الاطراف شاهدوا قلت لكم انا قدرتهم كبار ما شاء الله باهم يشدونيش بزر صراحة كما رأيكم هنا كل واحدة كيف شاهدوا البنات وطاجين نحطها مباشرة في الطاجين هكذا هكذا البنات نحطها ونعسوها غير تبدأ تنشف من الفق غير شوية فقط شاهدوا البنات ونقلبها هذا هو السرطة المعركة يجيوكم مورقين كامل وشابين شاهدوا المعزة شاهدوا لسرطة شاهدوا يقول لي اماما جي بياختي شاهدوا البنات مقلنا في المعاركة كيف يحبون المنفاحين لبنات الصح كامل يلقون مورقين الأما هذا كنت تنفخ لان تتخب وشيئا بلو خفاف و مورقين من الداخل الملح و سرتيحهم كما قلت لكم لازم تقلبوها تمدم انا من اول القناة لقد اخذت لكم على هذه الاسرار وشت الكثير من قنات الدولي المهم من البنات كما راكو تشوفو نرشو الزيت من الفوق ونقلبو فيها حبيباتي والنار تكون متوسطة وشي قوي بشي طيبو مليح وما يتحرقو لكم ويتحمرو لكم الله الله كما راكو تشوفو نقلبو فيها ونضر شوية زيت حتى وين يتنفخو ويطيبو يخرجو لي الله الله كما راكو تشوفو البنات شوفوش حال خفاف مليح غير مسمى مع السل الله الله نشاهي فيكم ان شاء الله ليتشاهد ونقول لك شاهدكم في الجنة حبيباتي واذا وصلتوا لها ما تنساوش حبيباتي الجام دعموا الفيديو بجام هذا معك وهذا هو ما المسمى من التعناه ان شاء الله يا ربي ونعجبكم الفيديو رغم انه بسيط حبيباتي بسيط جدا يعني كما كامل البويوتة لكن نحس مني نداك باللي والله يعني مقصرة معكم سوف تدور كامل البنات عقول لكم كما نحس من المقصة من المساعدة الرجال سوف تباعدون اشتركوا هذه المساعدة هذا المساعدة تباعدون بسجر يعطون تباعدون 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 بسجر تباعدون وشمقوا لكم وصلنا لنهايات الفيديو ان شاء الله ياربكم نعجبكم وان شاء الله نكون خفيفة عليكم نقولكم حبيبتي تهله في رواحتكم وشهيتكم في الجنة ونتلاقا في فيديو اخر حبيبتي لا تنساوش الجام لن تقدر تبارتاجي ونقول لك كثر خيرك ويرحم والديك وطهله في رواحتكم وإلى البلتاقة محبيت ونروح باي باي حبيبتي باي